الان وان شاء الله النهاردة يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل مشاهدين زي ما حضراتكم عارفين احنا بكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة دايما في برنامجنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا بيبقى معنا اخبار كتير اوي للشأن الداخلي وايضا اخبار للشأن الخارجي كمان مشاهدين بيبقى معنا بعض الاخبار حابين نعرف عنها تفاصيل اكتر فبيبقى معنا بعض المداخلات في هذه الاخبار مشاهدين كمان النهاردة حيكون معنا فقرة للصحافة دايما بنناقش فيها المنشطات اليومية هنناقش فيها النهاردة وبيسعدنا في تحليل الخبر معنا وجود الاستاذ احمد خليفة الكاتب الصحفي مشاهدين الفقرة التانية النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا طبعا حضراتكم عارفين مع دخول الدراسة طبعا حضراتكم احنا بدأنا الدراسة بقى فترة مش كبيرة ولكن يعني دايما فترة الدراسة بيكون فيها اخبار كتير جدا بنحاول ان احنا نشوف ابنائنا نشوف اوضاعهم نشوف كمان علاقتهم بالاصدقاء اللي حواليهم النهاردة هنتكلم عن الادمان كتير مننا للأسف الاولاد بينجرفوا اصدقاء السوق بيخلوهم ينجرفوا لطرق مش سليمة فالنهاردة هنتكلم عن الادمان وازاي نوجهه وازاي نعرف كمان ان ابنائنا يعني دخلوا في هذه المرحلة وانحاول نتكلم باستفادة اكتر عن هذا الموضوع بيسعدنا للكلام عن هذا الموضوع وجود الدكتورة اميرة فؤاد دكتوراء الصحة النفسية تخصص ادمان وتأهيل سلوك مشاهدين اسمحوننا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مني فخليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة